مرحب مرحب يا هلا أهلا أهلا كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد وفيديو جديد مع أحلى وألد تحلية رمضانية اقتصادية سهلة سريعة تتحضر في متناول جميع بقوا معي بشتوفوا المقادر وطريقة تتحضر نسبة للمقادر في واحدة تنجرة نعمل كزد العنبة من السكر يعني سكر حبيبات وجود المعالاق كبارين من الماء مباشرة نعمل فوق البوطة باش نحصل على كراميل من السكر والماء طريقة جيد سهلة ما كنحركوه ما حتى حاجة كنخليه فوق البوطة حتى يبقى يغليوك يعطينا لك اللون دهابي خليط الكرام من فوق البوطة وده من شاء الله سنجد معكم مجلد الحليب سنحتاج يطر من الحليب سنخليكم مقادر مضبطة في صندوق الوصف ان شاء الله ونعمل معهم خمسة المعالاق من ميزينة او لنشا المعالاق ميكونوش عامرين بزف باش مكتجيكمش قاسحة ولا تقيلة خمسة المعالاق معامرين عاديين سنحرك مزيان هاد المكونات هكذا ما اعطيتها حتى تدودك ميزينة في الحليب فبتنسبة لك اساقسيوني على التحليات الرمضانية موجودة عندي في القناة بكاترة معليكم غضو عملو التحليات رمضانية ومطبخ الكرام العنامي وتطلع لكم ان شاء الله وتجربوها مهم باقي الكرام من فوق البوطة حركت الحليب مع ميزينة مهم باقي الكرامير اشقر انتو ما كتلاحظوا بدك يغلي بدك يشكل ذلك الفقاعات فما تحركوا واشي بواحد ديتو حتى يرجع اللون ديالو يعني لون كراميل ومهاد المينبار كنشكركم بزاف عندي هنا واحد الياغور الطابعي او لابنكهات الفاني هو اللي غنحتاج في هذه التحلية فصافي كما لاحظتو هنا من بعد ما اشقر لي السكر ديالي ورجاعك يعطينا ذك الكراميل نضيف مباشرة واحدة نون او لاياغور الطابعي وليقدر يكون عندكم محتبنك هات الفاني تستعملوها ماشي مشكل وعن حرك بعجالة بسرعة ودائما حول ماء كمنين تكونوا كتطيبوا الكراميل نتابهوا من النار لان السكر معروف عليه يحرق وصاف فيها انتم ما كتشوفوا القاوم ديالو ديالو مباشرة نضيف علي ذلك الخليد الحليب مع ميزينة اللي سباق لوجه فكما اخذكم كنشكركم بزاف على التعليقات اللي كتخلوا لي صراحة كتعطوني دائما طموح وحافز اللي كنزيد دائما القدام ونعطي اكتر واكتر شكرا على التشجيعات ديالكم شكرا على المتتابعة ديالي الاوفياء وشكرا لكم على متابعات الفيديوهات وتبارك الله ما شاء الله عليكم لكل ما طبق وصافاتي وجربوها ونشحت معهم فكما قولكم برابو عليكم وتبارك الله عليكم كما قولكم اذا لاحظتوا جدا 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 ومهلة واقتصادية احتاجوا غطر الحليب كدس السكر وخمسة المعلاق ضميزينة بالنسبة للشكلة اي نوع اي حاجة عندكم موجودة اي حاجة عندكم موجودة اما تشكلة الحليب اما تشكلة اسود غيش اما اي تشكلة انا كان عندي في الدار 100 جرام كان عندي 1 شكلة شكلة اسود شكلة بالحليب وشكلة ابيض اضفوا مباشرة مع الخليط ونحرقه مزيان اذا كان عندي اي حال ونحرقه اي حالة ولكن لا اي شكلة عندكم 100 جرام منه 1 طريق شكلة خلطه مزيان مع النصف الثاني للخليط لعمة لكي يجب ان هذا اللون غامق وطبعا يجب انها رائعة جدا سوف نجب الكؤس ونبقى يعني نملأ فيهم باش نحصل على احلة احلية رائعة وكما قدكم ان شاء الله نحاول ما امكن نقنز لكم دائما يوميا الفيديو في رمضان كل نهار ودخلوا تجبروا الفيديو بعد الساعة ثلاث سادة نهار وننزلوا باش تبقوا الوصفات الرمضانية وان شاء الله بعد ما بين فيديو وفيديو لوصفة وصفة نعمل معاكم مائدة الافطر لان بحكم الخدمة ديالي لان بحكم المائدة الافطر ولكن يوميا سوف ننزل لكم فيديو الوصفات نهارك نعمل وصفة جديدة ان شاء الله فاول طبقة نعملها بالكراميل كما تلاحظوا سوف نعمل هنا نصد الكأس نعمره وبنسبة الكؤوس اي كؤوس عندكم ما تريدون ثم سوف نعمل الطبقة الثانية بالشوكلة سوف ننزل كيفية نحاول ما امكن نملأ مزيان كؤوس لي كيسان تبارك الله كبارين وخرجوا لستة فإذا استعملتوا كيسان صغارين عليهم يقدروا يخرجوا لكم حتى عشرة الكيسان يعني تحلية عائلية تخرج كمية وفيرة هكذا الصحور ومورا العشاكة دائما يشاهدوا حاجاتكم بردة وحلوة فإنسان يوجد على بكرة يعمل في تلاجة أو يجب رجاهزة بإذن الله وده من شاء الله من الطبقة أخرى اللي هي عبارة على نفس الخليط اللي ازدت عليه التوكلة نحاول ما أمكن من يجي نكوبه نكوبه بشوية باش مكيتخلق لشي مع الطبقة اللولية أصلا الخليط يعني بميزينة بهذا الشكل هذا والصراحة ما كرحتي نزلكم جود الفيديوهات في النهار ولكن بزاف قد نحاول كنهار واحد واحد باش تستفدوا منه وتجربوا جميع الوصفات ان شاء الله وعنستمر بهذا الطريقة حتى نكمل كؤزي كاملين يعني كنحاول نعطيهم واحدة الجمالية ونحاولوا مني كنو كنكوبه طبقة ثانية ما نضغطوش على الطبقة اللولية باش مكيتخلطوا الناش مع بعطيتهم موسيقى باش موسيقى نغفر زل نوصل أهلا بأن رمضان يجمعنا ونكمل كوزي ونعتبروا مرة ونحاولوا منه الطبقة من الكراميل ومن شكلة ونزينهم بشوية حبيبات من الشوكولات الأبيض والشوكولات الأسود هذه البنات كنت شريتهم من ألدي أنا كان لكم 8 ديالهم أورو 49 بالنسبة لبنات اللي ساكني سبانيا ويعجبهم يعملوا الحلويات ساعة ساعة في ألدي كي يجيبوا ديك أوفرتات هكذا بشوكولات في حل الحاجات هيدا مزيونين وهذا هو الشكل النهائي ديالهم تحرية راقية ولديدة وسهلة في متناول الجامع فوق كل شيء اقتصادية وما كانت دينا شي معانا الوقت بزاف كانت مننا إن شاء الله دينا استحسنكم وإعجابكم وهنتما غتشوفوا القوام ديالهم الداخل كيف كانتشي هنتما لاحظتوا القوام رائع كريمية لديدة وسهلة دمتم أفيا إلى القناة دائما شكرا على حسن المتابعة كان حماق عليكم كما كانت حمقوا عليها وشكرا بزاف 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 إلى اللقاء مع وصفة أخرى بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر